مناطق امنة واضحة لهذه المناطق او طبيعة القوات وسوب لحمايتها بالاضافة الى تفاصيل اخرى كالاتفاق على اهمية تطبيق صارم لخطة العمل المشتركة مع ايران ومعالجة انشطتها الاقليمية التي تزعزع الاستقرار يأتي هذا الحديث عن انشاء مناطق امنة في الوقت الذي تحقق فيه قوات الشرعية اليمنية تقدمها على الارض وتحديدا العمليات العسكرية المتلاحقة على الشريط الساحلي الغربي وتضييق الخناق على صعدة معقل الانقلابيين وصنعاء العاصمة المستلبة امر يثير ريبة اليمنيين الذين يرقبون بحذر بالغ تطورات العمليات العسكرية واستعادة الشرعية السيطرة عسكريا واقتصاديا خصوصا ان معظم المدن اليمنية خارج مربع الحرب تسارع الاحداث خلال الايام الماضية بدأ بهجوم القوات الامريكية على منطقة قيفة رداع وقصف مقر لجنة التهديئة التابع للامم المتحدة في ظهران الجنوب واستهداف الفرقاطة السعودية بقارب انتحاري ليأتي الحديث عن مناطق امنة في مؤشر يعكس حجم التصعيد في الاعمال العسكرية في اليمن يذهب مراقبون الى ان اقامة مناطق امنة لا تعالج مأساة اليمنيين الذين عاشوا ظروف الحرب بالغة السوء طيلة اكثر من سنتين عصيبتين خصوصا ان معظم المدن اليمنية اشبه ما تكون مناطق امنة الا ان الحدود اليمنية السعودية تظل احد ابرز الاحتمالات وذلك عقب استهداف مقر لينة التهديئة التابع للامم المتحدة في ظهران الجنوب وكانت الشرعية في مؤتمر اعلان الرياض قد طالبت المجتمع الدولي باقامة منطقة امنة في اليمن للسماح للحكومة بممارسة مهامها من الارض اليمنية المناطق الامنة وتعرف بالمناطق العازلة تشكل ملاذا امنا للمدنيين من الحروب يتم تحديدها من قبل الامم المتحدة او اطراف دولية يمنع فيها قيام او استحداث كافة الانشطة العسكرية اشتركوا في القناة